مهم في حاجة غريبة بتحصل في العالم مهم جدا حقاكم تعرفوها هي بتحصل عندنا بس احا مش واخدين بالمقاوي عشان عادية فجأة مؤشر الحرارة في العالم ضرب ضربة غير عادية النهاردة باريس وصلت الساعة 12 ستة واربعين درجة مقاوية تاني باريس وصلت ستة واربعين درجة مقاوية الناس ماشية في الشارع بلا ملابس وحالات وفيات لان باريس غير مهيئة للجو الحار يعني اغلب البيوت ما فيهاش تكيف اغلب المحلات تكيفها ضعيف الموجة دي لما جد سنة 2003 مات في فرنسا بس 15 ألف بني آدم بالمناسبة النهاردة مات تلاتة بطريقة غريبة جدا التلاتة دول كبار في السن قرروا شايفين الخريطة عاملة ازاي؟ نار 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 زي ما بيقولوا كده في الكورة نار ألمانيا إيطاليا كل دي طوارق فرنسا إنجلترا كله طوارق أوروبا كلها طوارق ارتفاع غير طبيعي في درجة الحرارة والناس مش عارفة تعيش في حالة غير طبيعية التلاتة اللي ماتوا النهاردة ماتوا من صدمة غريبة جدا إنهم مناطف في بحيرة فيها مياسعة فالتلاتة ماتوا الزار جسمهم كان سخن جدا حصل حاجة يعني طبعا في مشاكل إنه أغلب الناس الكبيرة في السن ده طبعا الكلام عن كتالونيا واللي بيجرى في أسبانيا وبيجرى في أماكن كثيرة جدا فأوروبا بتتعرض لموجة حرة غير طبيعية لما جت في 2003 مات في أوروبا سبعين ألف بني آدم إحنا طبعا عندنا الدنيا حر أحر عندنا حر جامد فعلا بس إحنا طبعا إيه خلاص موضوع الحر ده جسمنا خد عليه إنه بيجي حر ساعات يعني بس طبعا الناس كتير ما بتفكرش هو الحر ده ليه حر ده سببه إيه ليه درجات الحرارة بيتمرتفع قوي يعني طبعا الناس بتوع الأرصاد بيكلموك على إنه في موجة حرة جاية من السحراء الأفريقية ودخلة على أوروبا فعملة الموجة الحرة دي ولكن كتير من الناس بتتكلم على التغيرات المناخية يا جماعة يا جماعة عادنا نتكلم على التغير الحراري والتغيرات المناخية سنين بشكل نظري الآن حضراتكم بتشوفوا فعلا السفن كلها هتنتقل من آسيا الأفريقية من طرق أخرى الدنيا بتتغير طبعا إحنا لما كنا بتشوف العيال عمدنا في مدارة مصيص وهم بيلعبوا في النفورة وكده بنوعه نتالي عليهم النهاردة الفريزيان كلهم قلعوا مالت ونزلوا في كل النوافير في فرنسا حالة من درجات درجات الحرارة المرتفعة غير الطبيعية وما حدش عارف هتخلص إمتى وإيه الموضوع لكن أنا بقول لحضراتكم بصرف النظر عن المشاهد الطريفة وبصرف النظر عن يا ده إيه الحر ده وهو درجة الحرارة في دبي كام وهي درجة الحرارة في الكويت كام وكده يجب أن تعلموا أن هناك تغيرا مناخيا ممكن ينهي البشرية وممكن ينهي العالم نحن وفي خطر حقيقي النهاردة رئيس ماكرون قال لهم يا جماعة أيوة حر وكل حاجة بس هناك تغير مناخيا طبعا كل الناس اللي كانت رايحة أوروبا وبتاع علشان تصيفوا الكلام ده كله بقى إيه يحاول يرجع تاني لحوض البحر المتوسط ده هي حرارة بس طبعا مش زي الموجات الحرارة اللي موجودة عندهم